هكذا يقضي أفراد عائلة الحرق المفقودين يوميتهم يتجمهرون في سيدي سالم بعنابة ويتلقبون القوارب التي تدخل الشاطئ علّها تستحب معها فلذات أكبادهم التي اختفت منذ أزيد من شهرين يخطي هنا عندي أخوة صغيرة عمره 20 سنة خرجوا للطروة نهار الـ 2 أكتوبر ديسباري لحد اليوم قضية اختفاء 17 مهاجرا غير شرعية بعرض ساحل مدينة عنابة أثارت غضب هؤلاء الذين يؤكدون بأن أبنائهم محتجزون بأحد السجون التونسية من جانبها القنصلية التونسية بعنابة دعت أهالي الحراجة إلى تقديم وثائق إثبات الهوية لتسهيل مهمة البحث عليهم داخل التراب التونسي كلما تم تعرف على شاب أنه شاب جزائري من خلال الوثائق التي ترسلها القنصلية ترسلها بصفة مستمرة بمجرد الحصول عليها من الأهالي إلا وعاد إلى وطني في صورة ما إذا هناك بعض حالات لم ترد حولها معلومات واضحة فنحن لا نلقي المنديل ومستعدين إلى ومن هذا تلقي كل المعلومات من الأهالي والبحث والتعاون معهم في انتظار تدخل الخارجية الجزائرية في قضية اختفاء 17 شابا من ولاية عنابة تبقى عيون عائلاتهم مشدودة إلى البحر لعل أمواجه تأتي بالخبر اليقين